نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه مدمرة أمريكية بعد اعتقال خمسة مسلحين حاولوا احتجاز ناقلة في خليج عدن فوكس نيوز قالت إن المدمرة الأمريكية تعقبت الصاروخين الباليستيين ولكنهما ساقطوا في خليج عدن هذا وأفادت شبكة فوكس نيوز باعتقال خمسة أشخاص حاولوا في وقت سابق احتجاز ناقلة في خليج عدن تديرها شركة يملكها رجل أعمال إسرائيلي لكنهم فاشلوا في اقتحام الغرفة الآمنة وألقي القبض عليهم أثناء عودتهم لشواطئ اليمن هذا وأفادت مصادر يمنية للحدث بإحباط القوات البحرية الدولية والأمريكية عملية خطف سفينة تجارية قادمة من البحر الأحمر نفذتها ميليشيا الحوثي في خليج عدن على بعد خمسة وثلاثين ميلا بحريا قبالة سواحل خورعميرا في محافظة لحج جنوبي اليمن المصادر أوضحت أن عناصر ميليشيا الحوثي انطلقوا باتجاه السفينة سنترل بارك على متن قاربي صيد وقاموا بإطفاء أنظمة التواصل بالسفينة ووفقا للمصادر فقد تدخلت البحرية الدولية في اللحظات الأولى من الهجوم ومنعت تحرك السفينة حتى المساء حين تحركت قوات أمريكية واقتحمتها وأنقذت الموقف